لما منروح على دولة أوروبية نبهر بكم التمثيل وكم المنحوتات الموجودة في كل مكان فيما نحن بالرغم من أنه قلت لي عننا الفينيقية والتدمرية والأشورية وغيرها أنت نادرا ما ترى منحوتي بشكل طبيعي بالشارع وبالأماكن العامة وحين تراها غالبا تراها يعني يا أما محط حدا معلق عليها شي ما في شك نحن نبهر لأنه الفن هو عن وان ارتقاء نفسيات الشعوب وقتل عم نشوفها الكم الهائل فورا عم نعرف قديش فيه نبل وفيه ثقافة فنية من خلال هذا الشعب من خلال المنحوتات الموجودة لكن في عدة أسباب نحن خلت فيه فجوة هي أسباب أولا التيار الديني السلفي اللي كان هو ضد النحط واللي يعتبره أنه النحط حرام وأنا حدث معي هالشي يعني بوقت الأنشاء معهد الفنون التطبيقية كان من ضمن اللجنة اللي عم تشكل المعهد واحد مهندس كان مكلف من وزارة الثقافة كان مدي يلغي قسم النحط اللي هلا خرج مجموعة هائلة من الشباب والشابات الفنانين الشباب الرائعين جدا واللي يمثلوا سوريا بره بعدة ملتقيات وحصلوا على جوائز هذا المعهد اللي إلو كزا سنة متميز ورفض الحركة التشكيرية بمجموعة هائلة من النحاتين والنحاتات هناك الأسلوب تدريس تدريس بإن كان بكليات الفنون أو المؤسسات التعليمية الأخرى التي تعتمد فقط على المنحوتات الأوروبية وتركوا شيء اسمه المنحوتات السورية أو الآثار السورية أو دراسة حتى دراسة فلسفة العلم الجمال بحضاراتنا كان يعني تنويه بسيط عليه ما في تركيز لذلك ما نلاقي فجوي نحن بصراحة يعني فن النحط هو فن غزير بإنتاجنا القديم يعني على وقت المنشوف المنحوتات التدمورية منتشرة بهذاك الزمن بزمن التدموريين نحن أد ما اشتغلنا لا يمكن نوصل للكم الإنتاج اللي كانوا هنون بهذه الفترة مثل ما حكيت للك أنه كان في إنتاج مقتصر النحط على الملوك أو الطبقات الغنية كان دخل المجتمعات يعني إلا كان كل عائلة إلى معبد جنائزة المعبد الجنائزة كان كله بورتريهات وكان كله منحوتات على مقدمة كل تابوت للفرد من العائلة هذا الشيء مهم هذا بيدخل كمان ضمن منظومة النحط وتطورة وازدياد انتشارة في المجتمع التدموري الأسباب الدينية ما في شك أسرت وفي بعض الجهات أسرت كثير بعدم دعم الفن بشكل هائل الفن عندنا هلا متراجع من زمن من ثلاثين سنة إلى هلا فيه تراجع جدا يعني مننا نحكي هلا كانت وزارة الثقافة على أيام الدكتورة نجاح العطار كان بقمة أبعاده آخذ مدى كبيره كان رايحة لاتجاه افتتاح متحف فن حديث لكن بالأخير طلعت من الوزارة توقف كل شيء كان المعرض السنوي اللي هو يعتبر واجهة الفنون التشكيلية في سوريا واللي كان يحضروا بالمتحف الوطني أكثر من خمسة وعشرين سفير عالمي من دول العالم بالإضافة إلى الصحافة الأردنية الصحافة اللبنانية الصحافة السورية بكل أبعادها كان كل فنانين سوريا يشاركوا بهذا المعرض وكان تحت رعاية رئيس الجمهورية هلأ صار من أسخف المعارض التي تقام في سوريا للأسف أغلب الفنانين ما يشاركوا التنظيمات للمعرض كثير دونية المقتنيات بالدرجات السفلة حد الأدنى صار فيه انهيار بمنظومة تذوقنا للفن تذوق أو منظومة إدارة الفنون هذا جهل من قبل القائمين على قطاعات الثقافة في سوريا؟ هلأ ما في شك نحن بأي جهة وبأي وزارة وبأي هيئة ما في عنا خطط استراتيجية نحن عايشين على تموش كيف الموجة بتمشي منمشي معه ليجي العكس بنرجع للبدء وهيئة هكذا أما ما في خطة استراتيجية أنا شو بدي يساوي بعد فترة كيف بدي أرفع من سوية الفن السوري هلأ أنا خايف على مستقبل الفن السوري من خلال الشباب هلأ نحن كان لنا دور نحن وأجيالنا والجيل تبعنا كان لنا دور برفع الهوية السورية رفع النشاط الفني رفع الزائقة البصرية هلأ الفنانين المتخرجين هلأ بدون عمل بدون مراسم بدون أدوات بدون مواد لأنه كان صار فيه كلفة مزهلة وعالية لإنتاج الفن هذا الإنسان ما عنده خبرة لأنه الفن تطوره من وراء الخبرات والتجارب المستمرة لكن هذا الانقطاع بدي يشكل بالمستقبل القريب فجوة هائلة تضاف إلى الفجوة الموجودة على كل أصناف الفن تضاف إلى الفجوة الموجودة على كل أصناف الفن إن كان رسم ولا نحت ولا حفر ولا طيب عموما حتى قبل الحرب أستاذ أكثم نحن لم نكن من الشعوب التي ترتاد دور العرض أو ترتاد معارض الرسم أو ملتقيات النحت أو حتى الأمسيات الشعرية هل نحن شعوب لا تعنيها الثقافة؟ هلأ طبعا ما عم ننعمن يعني عم نحكي عن موضوع الثقافة يدخل مع تربيت الطفل وقت العائلة بدسور المعارض هذا الطفل بيصير عنده تتزوق وقت العائلة بيكون عنده لوحة أو تمثال فيه بيته هذا الطفل بصريا يتزوق وقت هذا الطفل بالمدارس بياخده رحلات على المتاحف على المعارض على المهرجانات الفنية بديتشكل عنده ثقافة بصرية بديتشكل عنده مثل هوية هوية لبلده من خلال هالمنتجات الثقافية أما وقت اللي بيكون فيه انقطاع طبعا هذا معد فيه ارتياد وما فيه شك الجهات الثانية السلفية عم بتأثر بمعطياتها وأقاويلها تجاه الفن تجاه الموسيقى تجاه الشعر لذلك المفروض يكون منصوما تأثيره موجود لا زال لا زال لحد الآن وهنهم فيه أصحاب قرار فيه وزارات إن كان للثقافة وغير الثقافة في بعض الأحيان كتير يعني وزراء ثقافة سابقين كانوا ضد الثقافة يعني يعني بذكر منهم بس ما بدي أذكر الاسم يعني فيه منهم حاربوا الثقافة كان معرض السنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية ما إيجا ربع ساعة ومشي هذا المفروض يستمر على كل لوحة ويتحدث مع كل فنان ويصير ندوي ويصير في حوات بجوز ما بيعرف أصلا ما بيعرف ما يصير وزير ثقافة روحي يساوي وزير تربية أو وزير تاني وهو كان وزير تربية يخرب هناك ويجعله وزارة ثقافة وإلو تأثيرات حتى على منظومات ثقافية مثل الموسيقى والمسرح وغيره هذا كان إلو تأثير أنا وقت اللي بدي جيب وزير الثقافة بدي يكون ملم بالثقافة ملم بجميع أطياف الثقافة يعني يحب الموسيقى يحب الفن النحط ويعطي وقته ولي هذا المنتج الثقافي